اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بتبني الخطط والبرامج الداعمة لآفاق التنمية المختلفة مع التركيز على المبادرات التي تعزز الأمن البيئي وتكريسها كثقافة عامة في المجتمع ولفت سموه إلى أن ربط الخطط الوطنية الموجهة لحماية البيئة بالأهداف الدولية يؤكد حرص مملكة البحرين على أن تكون جزءا فاعلا في الجهود العالمية الهادفة لتحقيق الأمن البيئي معربا سموه عن الاعتزاز بالجهود التي تبدلها الكوادر الوطنية التي تتولى تنفيذ مبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء جاء ذلك لدى تفضل سمو حفظه الله بإطلاق أسبوع الشجرة من خلال زراعة شجرة بقصر الإقضيبية والذي سيكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث أكد سموه أن أسبوع الشجرة سيكون رافدا لخطة التشجير من خلال فعالياته المختلفة التي ستسهم في تعزيز تعاون الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين والمقيمين وكافة أعضاء فريق البحرين لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التشجير ومنها أهداف الخطة بزراعة ثلاثة ملايين وستمائة ألف شجرة حتى العام الفين وخمسة وثلاثين معربا سموه عن الشكر والتقدير لمختلف الأفراد والجهات التي تتولى مسؤولية تنفيذ خطة التشجير وتحقيق الأهداف المنشودة على صعيد تعزيز الوعي البيئي في المجتمع والتشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة ونشر المساحات الخضراء وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا عند تنفيذ المشاريع والخطط ضمن مسارات التنمية المختلفة الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها في مختلف مراحل التنفيذ بما يصب في تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لمملكة البحرين مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة مراعاة عمليات التشجير والتخضير في كافة المشاريع بما يسهم في دعم الأهداف الموضوعة للقطاع البيئي وتحقيق التزام مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠ البحرين ممر من السبب البحرين الفيو البحرين المترجم هذا اشتركوا في القناة